اشتركوا في القناة 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 مالية ممكن دفعات ممكن فواتير ممكن اهتمام بمشروع مالي ولكن الاهم انك تحاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فمنلاقي انه من ساعات منتصف الليل شوي بصير عندك المزاج متقلب بصير فيه نوع من انواع العصبية والحدية بصير فيه ردات فعل سلبية ممكن شوي هيك يكون ما فيه عندك تركيز او نوع من انواع السرعة او العجلة بالرد فهاي ممكن تسبب بعض التقلبات او المزاجية الصعبة عندك او بعض الاحداث اللي ممكن من خلالها يصير فيه سوق تفاهم اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا من ساعات منتصف الليل بتبلش الامور تتجه باتجاه البيت يعني بصير فيه عندك اهتمام حل مسائل معينة نشاط عائلي لقاء بافراد العائلة اهتمام ببعض الامور اللي الها علاقة مشتريات او صيانة او عمل شيء جديد بتعلق في البيت او اشياء الها علاقة بطريقة التواصل او التواصل مع افراد العائلة ممكن حل مشكلة او نقاش في مشكلة معينة ولكن بتكون انت مشحون بطاقة عالية جدا لحل هاي المشاكل او حل هاي المواضيع اما بالنسبة للبيت الخامس فحكينا انه راح تظل الاجواء جيدة ودعملة اليك لغاية ساعات المساء بعدين الاجواء بتتحول روتينية على مستوى العاطفة او طريق التواصلك مع الاحبة بالفترة هاي شوي بتصير حساسيتك اعلى شوي ردات فعلك بتصير شوي فيها نوع من انواع الحدية حاول قدر الامكان انك انت ما تخلي حد يستفزك بسهولة وبرضو ما تغضب بسهولة وتور عصبيتك بسهولة وخصوصا اثناء تعاملك مع الاحبة بالفترة هاي اكسب من وجود الشمس اللي بعطيك طاقة قوية وبعزز العلاقات العاطفية وقدرتك العاطفية بالفترة هاي او طبعا العاطفية بتيجي على الحبيب او الاحبة اللي هم الابناء والوالدين طبعا من ساعات منتصف الليل القمر بدو ينتقل للعذراء يعني بيتك السادس وهذا الو علاقة بالصحة والعمل فعشان هيك بتكن تنتبهوا لصحتكم اكثر ممكن يتراكم في هاي المراحل او في هذا النهار العمل عندكم اكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في انجاز الكثير من هاي الاعمال ولكن الاهم هي الرقابة الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتكون تقريبا جيدة لغاية ساعات منتصف الليل اثناء تعاملك مع الحبيب او مع الشريك شريك المال او العاطفة او ما بين الازواج ممكن يصير في ساعات النهار هيك نوع من انواع الحدية او سوء التفاهم او تحس ان الشريك او الزوج بيخالفك في بعض المسائل فممكن تحتد او تعصب او تتقلب بمزاجك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا تكون بتصير جيدة وخصوصا من ساعات منتصف الليل بتدعمك الاهتمام ببعض المسائل المالية او العقود او اوراق او ايش الو علاقة بالبنوك او الو علاقة بقرض معين او تسوية او حل معين فالاجواء بتتجه للاتجاه الاحسن وبصير عندك قدرة عالية جدا لحل المسائل المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء بتظلها نشطة عندك في الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ولكن بتخف قدرة الذكاء عندك لاستيعاب مسائل علمية صحيح ان الزوايا اللي ذكرناها في بداية الحلقة بتساعدك ممكن تخليك تستمع لموضوع او تركز في موضوع او تبحث عن موضوع معين الو علاقة بثقافة او سياسة او دين ممكن تهتم ببعض المسائل الدينية في الفترة هاي او يصير في عندك روحانية عالية او شغف روحاني عالي للتواصل او قراءة القرآن او التسبيح او الصلاة او الدعاء او الشغلات اللي من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بدك تكون حذر بما انه طبعا نحكي احنا عن الجديد صحيح الاجواء شوي صارت تشكل زوايا ايجابية وتدعمك ولكن برضو بظل في ساعة النهار نوع من انواع التراخي او التكاسل او الحدية في الطباع اثناء تأدية عملك فهاي ممكن انها تعمل بعض الخلافات او النقاشات الحدي ما بينك وبين زميل او ما بينك وبين رئيسك بالعمل ممكن تشعر باعباء او ثقل لبعض الاعمال اللي تحس انه شوي ممكن تكون بحاجة لجهد اكثر وبرضو ممكن شوي ايشي له علاقة بالسمعة فحاول انك ايشي له علاقة بالسمعة او بشوه السمعة حاول انك تبعد عنه خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى العلاقات ما بينك وبين الاصدقاء فبتفتح لك مجالات للتواصل او للزيارة او للتلاقي او لحل مسائل جيدة بطريقة جيدة ما بينك وبين زملائك خلال هذا او اصدقائك خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت المخاوف موجودة تضغط عليك بشكل سلبي لغاية ساعات منتصف الليل ولكن بعد منتصف الليل الاجواء بتتحول لطريقة روتينية بانجاز الاعمال ولكن بتظل افكارك على مستوى الصحة او تفكر في وساوس معينة لها علاقة بالصحة حاول انك انت تهملها وما تركز عليها كثير وتشحن حالك بطاقة ايجابية ممكن اليوم يكون لك اهتمام بصحة احد الاحبة برج الثور طبعا بتظل الامور لها علاقة في الضغط او لها علاقة ببعض التوترات او تعطيلات خلال اليوم هاد لغاية ساعات منتصف الليل يعني كم ساعة هيك والامور فيها نوع من انواع التوتر ولكن من ساعات منتصف الليل او ساعات الفجر بتشحن حالك بطاقة ايجابية او تنشحن بطاقة ايجابية لتواجد القمر في بيتك الخامس فعشان هيك في الفترة هاي او طول النهار من الفجر لغاية ساعات مساء الغد بتحس انه فيه نوع من انواع الطاقة الايجابية بتصير عندك حركة اه عالية جدا بتنشط في بعض الامور بشكل قوي جدا فعشان هيك بتلاقي نفسيتك احسن وصار عندك سرعة بديهة اعلى وتركيز قوي لدرجة انه انت ممكن تتفاجأ من نفسك اما بالنسبة للبيت الثاني فمنلاقي انه الامور بتتحول من اشياء الها علاقة للاهتمام بالوضع المالي وتحسين وترتيبات مالية لا امور الها علاقة بالاستقرار الفكري بتفكر بطريقة عقلانية في بعض المسائل المالية ممكن تحل بعض المسائل او الدفعات ممكن يعني تظهر بعض الدفعات اليك او المصاريف الزائدة خلال هذا اليوم ولكن عندك قدرة على ادارتها اما بالنسبة للبيت الثالث منلاقي انه قدرتك على التواصل والاتصالات بتزيد كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل بتلاقي سرعة البديهة عندك عالية قدرتك على النقاش عالية برضو مقنع بشكل عالي جدا وبرضو عندك هيك نوع من انواع خفة الدم اللي ممكن انها يعني تلفت انتباه اي شخص بتعامل معاك اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بتظل الامور محيرة او ضاغطة على مستوى البيت او بعض الاحداث المنزلية لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات الفجر بتلاقي الاجواء اخذت جانب جيد جدا بلشت الامور تتحسن او في نوع من انواع الاهتمام بمسائل الاعلاقة بالعقارات او اهتمام بالمنزل او بالعائلة او بنقاش عائلة او بمسألة عائلية طارئة يعني شوي الاجواء بتصير بالناحية الايجابية من ساعات الفجر طبعا القمر بنتقل للبيت الخامس زي ما حكينا فعشان هيك بتصير الفترة هاي جيدة اه اه للامور العاطفية فبتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات وممكن تعمل نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بينكم وبين الاحبة ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين وممكن يكون الفترة هاي بتحمل فرحة او بتحمل حدث معين ممكن يدخل السعادة على قلبك او على قلب افراد العائلة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل تقريبا من ضل فيها نوع من انواع التوترات او التقلبات او القدرة على الاهتمام ببعض المسائل ولكن بترتاح كل ما وصلنا لساعات الفجر اكثر بتلاقي ان انت انشحنت بطاقة ايجابية وفي نفس اللحظة بتحول المسائل لطريقة روتينية يعني بتحلها بطريقة طبيعية جدا بدون هالتوتر وشد الاعصاب اللي كان في الايام الماضية او التعطيلات اللي كانت في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا اليوم بتبلش من ساعات الفجر خلص الامور بتصير ايجابية على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فبتقارب ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج فممكن تحمل مصالحة او اتفاق او توافق ما بينكم على حل بعض المسائل او الاجتماع على رأي معين لحدث تطوير او احداث تطوير معين بتعلق فيكم او بتعلق في الاشياء اللي انتم مختصين فيها او اشي العلاقة بادارة المكان بشكل منظم اما بالنسبة الى البيت الثامن فطبعا الاجواء مع ساعات الفجر بتظهر بعض المسائل المالية اللي بتطلب منك بحث معين او اهتمام معين ممكن يكون لك بعض النشاطات خلال هذا اليوم على مسائل الها علاقة بالوضع المالي وخصوصا الاموال المشتركة او المسائل المالية او الشراكات المالية او اهتمام بسداد ديون او اهتمام ببعض المنح او الهبات او القروض بتصير الاجواء جيدة وممكن يكون لبعضكم تعامل مع بنك او ضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا امتتجه للاتجاه الجيد مع كل ما اقتربنا لساعات الفجر فبتلاقي انه قدرتك على التواصل والاتصالات بتصير عالية ممكن تهتم بقضية او مسألة قانونية خلال هذا اليوم او تنجز بعض الاحداث المهمة اللي الها علاقة بالاوراق او المعاملات اللي بتتعلق فيك او في احد الاجانب او في اشخاص من خارج البلاد فممكن مراسلات او اهتمامات او وضع احد لبعض المسائل اللي ممكن لها علاقة بالعلم او بالدراسة اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيت السمعة الاجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم بصير لك بعض الاهتمامات القوية ممكن اليوم يعني تكثر او تنشط بالاجتماعات او اللقاءات او بالمسائل اللي بتتطلب اما استغلال علاقة او معرفة لحل مسألة معينة او التعاون ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل لحل اشي العلاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الاشياء الضرورية والمهمة بالفترة هاي وممكن هاي الاشياء تعود عليك بالنفع او بالمديح او بالاطراء او بالثناء ولكن الاهم انك تكون جاهز ومستعد لاي سؤال بتوجه لك اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيعزز الفترة هاي يعني اشياء العلاقة بالصداقة او اللقاءات فممكن تهتم بلقاء او دعوي لحضور حفلة او مناسبة او ممكن يتوجه لك دعوي او تنشط انت ببعض الزيارات الاجتماعية او ملاقات بعض الاشخاص او التواصل معاهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بدك تكون حذر انه شوي بيراكم بعض الاعمال او بضغطك على مستوى العمل في بعض المسائل او بكون العمل كثير ومرهق جدا بيخلي فيه اليك ردات فعل او رغبة بالسيطرة او رغبة يعني انك تتدخل بشؤون زملائك حاول انك ما تتدخل في هاي الامور وما تتدخل حتى في شؤون رؤسائك حاول انك انت تمضي الفترة هاي بدون نقاشات ولا حدية انجز الاعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم والاهم انك انت تهتم بصحتك بشكل مباشر برج الجوزاء طبعا بتظل الحيوية عالية ونفسيتك نشطة وجيدة ومشحون بطاقة قوية حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر بتلاقي انه انت بتحول الامور لشوي فيها نوع من انواع التراخي او التكاسل او بتحس انه انت محبط او بتحب انك تنخذ فترة هيك فيها نوع من انواع الراحة او تحول الاجواء لشيء اسمه روتيني على اساس انه انت تسيطر على الامور بشكل قوي وبرضو بتحاول انك تقلل من انفعالاتك او تسيطر على انفعالاتك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني شوي بتتحسن كل ما اقتربنا لساعات الفجر فبتلاقي الاهتمامات بالوضع المالي بتصير عالي جدا خلال هذا اليوم ممكن تحل بعض المسائل او يجيك بعض الدعم او انك تفكر في بعض الامور لحل مسألة مالية معقدة في منكو رح يحصل على مكسب مالي المكسب هذا بيجي من عمل اضافي او نوع من انواع الهبات او المستردات او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بما انه اول اشي انت كان عندك في البيت الثالث والبيت الرابع القمر رح يتنقل فعشان هيك بنرجع للبيت الثالث اللي بيخلي الاجواء عندك كل النشاط والحركة والرغبة بالتنقلات والاتصالات القدرة على تقديم الامتحانات المقابلات النقاشات سرعة البديهة بالنقاش كلها هاي الامور ايجابية ولكن اللي رح يصير انه القمر رح ينتقل من البيت الثالث للبيت الرابع فشوي بتخف عندك الطاقة هاي مش بشكل كبير ولكن انه بتكون اخف من الايام الماضي ممكن تفكر انك تاخذ نوع من الراحة او انك انت يعني تدخل على البيت او تضلك في البيت او تحاول انك تاخذ اجازة او بتكسل من نشاطات المرهقة بالفترة هاي القمر لما بنتقل للبيت الرابع مع ساعات المساء بتهتم بمسائل الها علاقة بالبيت واموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي او حدث عائلي او اهتمام بمسألة بتتعلق في البيت او نقاش معين او اشي الو علاقة في العقار او الو علاقة بافراد العائلة ممكن يكون على الساحة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني بتكون قوية وبعدين بتهدى شوي بتكون متقلب اليوم حساسيتك عالية ردات فعلك بتكون مباشرة فعشان يمكن تسبب لك بعض التوترات بعلاقتك مع الحبيب او مع احد افراد العائلة المقربين اللي هم مثل الاصدقاء المقربين او احد الابناء او احد الوالدين حاول انك تمسك اعصابك قدر الامكان ما تخلي ردات الفعل هاي تحدث بعض الخلافات او النقاشات او المشاكل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا تتحرك بالاتجاه الجيد خلال هذا اليوم وخصوصا مع ساعات الفجر بتصير مشحونة بطاقة عندك رغبة لانجاز كثير من الاعمال او الاهتمامات بالعمل او حل مسألة لها علاقة بالعمل ممكن تكون طارئة تطلب منك الاهتمام والتركيز بشكل كبير ممكن تحلها وانت في البيت وممكن تطلب منك بعض الجهد باتصالات او نوع من انواع الحركة اهم شي انك تراقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة بتكون روتينية ولكن شوي بتتحسن بشكل قوي ممكن اليوم تيحملك مصالحة او ملاقاة او حل مسألة بتتعلق ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج فممكن تحلوا مسألة معينة او تتلاقوا على قرار معين اما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط على مسائل العلاقة بالاموال المشتركة ولكن من ساعات الفجر ممكن تلوع بعض الفرص للمساعدات او لحل هاي المسائل او لانجاز بعض الامور بالفترة هاي بطريقة عقلانية بدون مشاكل وبدون اي تعب فممكن يظهر بعض الاشخاص اللي يساعدوك او ممكن تكون اليك علاقة في بنك او ضريب او تامين او اشياء الها علاقة بجدولة ديون بالفترة هاي بطريقة قوية وذكية اما بالنسبة للبيت التاسع فتكون النشاطات بالاتصالات لغاية ساعات الفجر قوية جدا ولكن من ساعات الفجر بتلاقي انه بتقل شوي صحيح انه بتعطيك رغبة بالتواصل او رغبة بالاتصالات ولكن مش بقوة الفترة الماضي وخصوصا مع الاجانب او اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بمسألة علمية او دورة او تبحث عن حل مسألة عن طريق الانترنت او عن طريق مثلا بحث عن فيديوهات مساعدة او سؤال بعض اهل الاختصاص لاجاد الحل تبحث عن مسائل علمية او فكرية اللي تساعدك من انك انت يعني اما تطور حالك في مرحلة دراسية او تطور حالك في مكان عملك اما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني بيت السمعة بيدعمك في بعض المسائل فاليوم بتعلى هاي القدرة فبصير عندك قدرة عالية لاثبات ذاتك لتواصلك مع زملائك او رؤسائك بالعمل بتقدر تنجز بعض الاعمال المهمة صحيح الاجواء فيها نوع من انواع الارهاق ولكن عندك قدرة عالية جدا لا انهاء هذا الانشغال او لا انهاء هذه المسئوليات ممكن العمل المشترك هو اللي يكون يعني مساعد لايلك فاذا تعاونت انتو اشخاص لحل بعض المسائل فممكن تكون الامور لصالحك اكثر اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الاجواء ضاغطة على مستوى العلاقات او على مستوى الاصدقاء شوي في نفور او حب للوحدة او للاختلاء او الابتعاد عن الاضواء شوي ممكن بس تركز على بعض الاصدقاء اما ليلقاءهم او للتواصل معهم او رغبة او اشتياق لبعض الاصدقاء ولكن حاول انك ما تفرض سلطتك عليهم ما تدخل في شؤونهم ما تنتقدهم عشان الامور تظلها ماشي بشكل روتيني معك خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 12 فاليوم بدك تتوقع بعض المفاجآت اللي لها علاقة اما بالعمل او لها علاقة بالصحة فبدك تكون منتبه على المفاجآت هاي لانه يا بتكون ايجابية يا بتكون سلبية ما بنقدر نحددها بالخارطة الفلكية لانه على حسب وضعك انتي على حسب طريقة عملك على حسب اهتماماتك في صحتك حاول انك تركز بشكل جيد وتحول الامور هاي للطريقة الايجابية اللي يكون مساعدة لالك او فيها حلول بتساعدك وبتنصفك بالفترة هاي برج السرطان طبعا بالنسبة للبيت الاول ماشي انتي مشحون بطاقة عندك ثقة بالنفس عالية جدا ولكن اللي رح يصير انه من ساعات منتصف الليل للفجر رح تشعر بالطاقة هاي صارت اكثر ورح تشعر انه انتي يعني عندك حماسة للانطلاق او رغبة للخروج والتحرك عالية جدا بتنشط بكل اتجاه وخصوصا على حسب حق الاختصاصك يعني اذا كنت في البيت ممكن تفتح ورشات بيت ما تقدرش تهدأ عندك تعمل اذا انتي نشط بالزيارات ممكن تلف على ناس كثير وتزورهم اذا انتي نشط مثلا بالتسوق تنزل على اسواق اذا انتي يعني على حسب حق الاختصاصك اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواب بتظلها دعميتك او الامور المالية بتظلك تفكر فيها لغاية ساعات الفجر اهم شي انه من الان للفجر حاول انك تتجنب شراء اي حاجية ثمينة حاول انك ما تجازف وما تبالغ بالامور المالية صحيح ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ولكن انها بتكون على الاغلب ايجابية ودعمة لايلك اما بالنسبة للبيت الثالث فالقمر مع ساعات منتصف الليل رح ينتقل للبيت الثالث فبتلاقي حالك مشحون بطاقة عالي جدا وعندك قدرة على حل كثير من المسائل خلال هذا اليوم عشان هيك بتنشطوه بامور الها علاقة بالتنقلات او السفر القصير او الاتصالات او امور الها علاقة بالسيارات او التليفونات او اهتمامات بعالم التكنولوجيا او الدراسة او المطالعة او النقاشات او الاقناع ولكن بدك تنتبه من النقطة في لحظات ممكن تكون عصب المزاج مش اي شخص بخالفك بالرأي لازم انت تعصب عليه او تحتد عليه حاول انك تمسك عصبيتك هاي وتبعد عن مسألة ثانية اللي ها علاقة بالثرثرة يعني انك تتدخل او تحكي او تتكلم او تفشي بسر فتطلع معلومات او تطلع اشياء او تطلع كلام اللي قبالك ممكن انه يستاء منه امسك عصابك قدر الامكان واهم ايش انك تكون اكثر وعي على الطرقات اما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع شوي الاجواء بتكون ايجابية ولكن تتحول لمستوى روتيني خلال هذا اليوم يعني مع ساعات الفجر بتهدل وتيرى شوي على مستوى البيت بتصير الاجواء عادية بدون لا ايجابيات ولا سلبيات بتحاول انك انت تتجاوب معها بشكل عقلاني بدون هالعصبية والحدية او التوترات يعني بتكون مسالم اليوم على مستوى البيت قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس طبعا الاجواء راح تخف الضغوطات اللي كانت ضغطيتك بالايام الماضية على او الفشل او النقاشات او الحساسية العالية اللي كانت ما بينك وبين الاحباء ولكن من ساعات الفجر الاجواء بتصير ايجابية بتدعم من علاقاتك العاطفية وتعطي قدرة للتواصل مع الاحبة او اقناعهم او تراجع عن قرار سابق يعني الاجواء بصير فيها نوع من الانواع الايجابية القوية للاهتمام بالحبيب او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء كل ما اتجاهنا لساعات منتصف الليل تقريبا بصير فيه نوع من انواع الضغط او بتقل الحضوض او الدعم اللي كنت ملاحظه بالفترة اليومين اللي ماضوا هدولا على امور العمل فممكن يتراكم عندك العمل او تظهر بعض المسائل خلال هذا اليوم اللي بدها بعض الاهتمامات وممكن يصور لك بعض الاهتمام بوضع صحي او شأن صحي طارق اليك او لاحد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زالت تطلب منك الحكمة والصبر بطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج ما في داعي للحدية والعصبية في بعض الاوقات ما في داعي فتح ملفات قديمة ولا النقاش في مسائل ممكن انها تحدث بعض الخلافات او فتح مواضيع يعني شوي ممكن تسيء احد الطارفين حاولوا انك وتحولوا الاجواء لايجابية وتبعدوا عن المشاحنة او فتح المواضيع لاجل انه تتلاقوا على مسألة وحدة وتسير المركب بالاتجاه الصحيح اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليك بعض الاهتمامات اليوم رح تكون على مسائل الها علاقة بالامور المالية المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالقروض او بالديون او بالتسويات او بالاهتمامات المالية اللي الها علاقة بعقود او اوراق مالية او امور الها علاقة ببنك او ضريبة او تامين او جدولة بعض الديون او المسائل المالية اللي بتتطلب منك نوع من انواع الاهتمام او مطالبة بحق لايلك من الفلوس او من الديون او من اشخاص كنت كافر لهم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا كل ما اتجهنا للفجر بتصير احسن وافضل لعملية التواصل والاتصالات مع اشخاص خارج البلاد او مع اشخاص اجانب عنك او مؤسسات تعليمية او ثقافية او اشياء الها علاقة بلغة او ثقافية معينة او الطلاع على مسألة علمية مثلا بتحاول انك انت تفهمها او تبحث عن حل الها او دراسة موضوع علمي يعني تقريبا الاجواء بتكون جيدة حتى بالنقاشات والحوارات بتكون جيدة ولكن اذا كان عندك امتحان بدك تدرس وتتعب على حالك عشان تكون اكثر جاهزية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء بتدعمك بجراءة باتجاه العمل خلال اليوم فممكن اليوم تنجز كثير من المهام او الاعمال بطريقة مشتركة بتعاون ما بينك وبين اصدقاء او زملاء او احد المعارف يدعمك في شيء معين لتجاوز صعاب في مكان العمل فممكن اليوم العمل المشترك بيكون مناسب وبرضو في طريق التعاون جيدة رح تكون ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل وبتفتح مجالات لعمل جديد ولكن بالاهم انك انت ما تتصرع بالجواب قبل ما تفكر فيه اما بالنسبة لبيتك 11 البيت 11 تقريبا بنقدر نحكي انه جيد بدعم بعض العلاقات بيجيب لك لقاءات مفاجئة او احداث مفاجئة ممكن تبقى مخطط لشيء فجأة يطلع شيء ثاني يغير المخطط الي يابله طبعا هاي كل المفاجئات بتيجي من اورانوس اللي ممكن يظهر لك بعض الاشياء بشكل مفاجئ على مستوى لقاءات اتصالات دعوات زيارات تغيير مسار النهار اليك يعني بترتب برنامج ولكن بتلاقي انه انت ما اعملتش ولا اي شيء من اللي رتبت وعملت اشياء ثاني اجتك بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبيتك 12 فبدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وبعزز من قدراتك ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمام بصحتك او صحة احد الاحبة برج الاسد طبعا انتو عندكو نشاط عالي جدا اليوم مشحونين بطاقة عالي جدا عندكو قدرة للتواصل والاهم اشي على انجاز بعض الاعمال ممكن تحسوا انه اليوم عندكو طاقة يعني اعلى من الفترة الماضي بكثير وبرضو في نوع من انواع التفاؤل رح يكون ظاهر بخلال هذا اليوم اهم اشي انه الي بحس بالتشاؤمي من بعض المسائل يشحن حاله بطاقة ايجابية الي يستفيد من مكاسب الفترة هاي وخصوصا انه كل المكاسب بتيجي بشكل متصاعد من ساعات المساء طبعا بصير تركيز اكثر على الوضع المالي تنهمكو في ضبط ميزانيتكم اهم اشي انكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة في منكو رح يهتم ببعض المسائل او الحلول للوضع المالي او ايجاد بعض المخارج الجيدة او الدعم من جهات معينة اهم اشي بس الحذر من المصاريف وضياع الاموال او السرقة او التعرض تتعرض لموضوع الاعلاقة بالنصب اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بيظلها جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات اه اللي رح يصير انه شوي رح تخف هاي الطاقة يعني مع ساعات الفجر شوي اه كل يعني لغاية ساعات المساء مساء الغد او لحلقة الغد تقريبا بيكون فيه نوع من انواع الطاقة للتواصل والاقناع والحوارات بتنشط او بكون عندك تفكير بالنشاط باكثر من مسعة بدك تحاول تنجزن خلال اليوم ولكن بتلاقي انه الاجواء بتتحول لاجواء روتينية شوي في ساعات المساء القادم يعني مش الليلة الليلة الجاي فبتصير الاجواء شوي روتينية بحاجة للتركيز في بعض المسائل اهم اشي انك انت تبتعد عن العصبية والحدية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا تتجه بالاتجاه الاحسن بيصير لك اهتمام عالي على مستوى البيت بترابط عائلي او تقارب عائلي او اهتمام باشياء بتتعلق بالبيت او بالعقار كمشتريات او التزامات او تصليحات او اهتمامات في بعض الشؤون المنزلية ممكن اليوم برضو يحمل لك خبر او حدث معين يكون مفرح على مستوى البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا جيدة ودعملة اليك بشكل قوي لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر ممكن حساسيتك شوي ترتفع او يتعطى الموضوع بتعلق فيك او في احد الاحبة فتكون مخطط لا امر تلاقي الموضوع هذا تأجل او صار فيه نوع من انواع المماطلة لمسألة معينة او تستاء يعني يكون متأمل شيء ولكن يحدث شيء اخر مش مثل ترتيباتك اهم ايش انك ما تتحسس من رأي او يصير لك ردات فعل شوي يكون حادي وخصوصا اثناء تعاملك مع الاحبة او مع الابناء او مع احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء رح تتجه بالاتجاه الجيد اه فممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال او الاشياء المهمة عندك اهم انك ما تحتد وما تعصب وما تهم العمل معين لانه اذا اهملت معنات بدي تتراكم عندك الاعمال ممكن يظهر مشكلة او عطل معين في سيستم او في ملف او في شخص معين يحاول يعطلك مسألة ولكن الاجواء تقريبا بتدعمك في بعض المسائل اذا انت ابتعدت عن العصبية ممكن تقلق بشاء مراجعة صحية او يطمئن بالك بسبب نتيجة معينة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتظلها جيدة بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك طول اليوم بتحاول تتعامل انت بشكل روتيني ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما كانت الاجواء احسن طريقة التواصل غير برضو طريقة التعامل بتمسك العصى من الوسط في بعض المسائل ولكن اهم اشي انه زي ما حكينا تبتعد عن الحدية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال ساعات الفجر يعني بتصير الاجواء احسن على المستوى المالي ممكن تبحث عن دعم او حل مشكلة مالية او اتحصل على بعض الاموال او مطالبات مالية او حل مسألة الى علاقة بالديون او القروض او معاملات قانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فاي بتفتح لك مجالات على مستوى الحوار والاتصالات ولكن زي ما قلنا بدك تركز بشكل جيد ما تدخل بنقاش او حوار او امتحان بدون ما تكون مستعد لانه الفترة هاي فكرك مشتت فممكن يعني او مشغول بمسائل اخرى فممكن تجاوب بطريق الغلط او ما تعطي الجواب الدقيق حاول انك تركز بشكل جيد ممكن تنشط على مسائل الهلاقة باشخاص اجانب او اشخاص من خارج البلاد او مواضيع الهلاقة بالسفر او التواصل مع اشخاص يعني مقيمين خارج البلد او اجانب عنك او مؤسسات تعليمية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تتجه للاتجاه الاحسن فاليوم ممكن تظهر بعض المسائل العلمية او العملية اللي تفاجأك ممكن شوي بيت السمعة يكون قوي يعزز لك نقاط قوية بالفترة هاي ممكن العمل المشترك يظهر على الساحة بشكل قوي ممكن تستغل بعض المعارف او العلاقات لانجاز امور مهمة او يساعدوك في حل مسألة معينة او تشاور اشخاص لعمل شيء بشكل قوي يعني على مستوى العمل او على مستوى زملائك او رؤساك بالعمل او حتى على مستوى سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وداعمة اليوم بتنشط بكثير من المسائل اللي لها علاقة بالزيارات او التواصل او اللقاءات وخصوصا مع اصدقاء او معارف ممكن مجاملة او تبادل زيارات او ممكن اهتمام اشخاص فيك فهم اللي يجوا يزوروك حاول اهم اشي انك تشحل حالك بطاقة ايجابية وتتجاوز مسائل شوي كانت صعبة بالفترة الماضية اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة بتجد الحلول لبعض المسائل المعقدة فممكن تحل المسائل كانت صعبة على مستوى العمل وبرضو اهتمامات على المستوى الصحي بتكون برضو جيدة بتدعمك بشكل قوي ممكن يكون لك بعض الاهتمام بصحتك او صحة احد الاحبة او امور لها علاقة بالادوية برج العذراء طبعا كل التعب اللي انتو بتشعروا فيه والضغط اللي انتو بتحسوا فيه والامور اللي تعركست في الفترة الماضية صحيح ان الشمس كمان موجود في بيت المتاعب وهي ضغطة بشكل كبير ومباشر عليك ولكن انتقال القمر مع ساعات منتصف الليل واقتراب من ساعات الفجر بصير دخل على برجك وعمل زوايا ايجابية بتلاقي الفترة بتصير احسن تمتلقه نوع من انواع النشاط والحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات اللي تناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك الاجواء جيدة ودعمة للك في بعض المسائل ولكن بدك تنتبه ان الفترة هاي ما فيها داعي للمغامرة او المخاطرة لان الشمس موجود في بيت المتاعب اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها في بعض المسائل بتكون يعني معقدة على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض المسائل العملية او المالية اش واي بتلاقي الامور يعني ماشي معك ومش ماشي معك يعني ممكن الاجواء ما تكون بالصورة اللي انت بدك اياها ولكن بدك تنتبه انك تحاول تنجز المسائل المالية هاي يبل ما نوصل احنا لمرحلة ساعات المسائل غد لانه الاجواء رح تصير معارضة للك رح تخف الحضوض المالية شوي رح تظهر بعض المسائل اللي ممكن تكون فيها دفعات او مصاريف او التزامات مالية بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة اليوم كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل بتلاقي الاجواء شحنتك بطاقة ايجابية اكثر بتنشط بالحركة والاتصالات بصير عندك حيوية سرعة بديها جيدة للتواصل او الاتصالات او الحوارات او النقاشات ولكن اهم نقطة انه لسه العصبية ضغطة فممكن تظهر بعض المسائل اللي تحيرك او تخليك تعصب في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي اليوم تظهر مسائل عائلية او بيتية او عقارية شوي بتكون مربك ليلك فممكن تتوتر او تعصب او تحتد او ما تمشي الامور مثل ما بدك ممكن تظهر بعض الاعطال او الخلافات على مسألة الها علاقة بالعقار او البيت او العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا تتجه بالاتجاه الاحسن فممكن تمنحك بشوية حضوض ممكن تقارب ما بينك وبين الاحبة خلال هذا اليوم يصير جيد ولكن اذا ظليت متحسس ومنتقد ولا ذع باللسان اعرف انه ممكن تحدث تقلب التوقعات هاي وتخليها من ناحية سلبية وخلافات حدي تكون ما بينك وبين الاحبة ما تنسى انه احنا قاعدين منحكي عن مرج الجدي بيتك الخامس واللي موجود فيه ثلاث كواكب بتتراجع بتجردك من الحضوض في بعض المسائل لازم تعتمد عثقتك بنفسك وبرضو تكون عقلاني وما توجه الانتقادات والكلام اللاذع للاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا بتبلش باتجاه جيد ممكن تحل بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل او لها علاقة بالصحة ممكن تراجع دكتور او طبيب اليوم لبعض الادوية ممكن تشعر ببعض الارهاق والتعب بوقت معين فحاول قدر الامكان انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تستسلم للأوهام ولا التعب خذ علاجك بالوقت المناسب وراجع طبيبك ان دعت الحاجة وما تخلي اعمالك تتراكم اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زالت فيها نوع من انواع الضغط والعصبية والحدية والتوتر ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفي فحاول قدر الامكان تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تكبر الخلاف وما تزيد الخلافات ما بينكم بدها شوية تركيز من ساعات الفجر الاجواء تتجه للجانب الروتيني فممكن تتراجع عن قرار او تعمل حل او تسوي ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج يعني كاتفاق لحل المشكلة او الوضع اللي انتم موجودين فيه اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تدفعك بجراءة لقرار معين او لاهتمام معين ولكن من ساعات منتصف الليل الاجواء هاي ما رح تكون داعملة اليك بقوة فعشان هيك ممكن تظهر بعض الخلافات او بعض المسائل المالية المشتركة المعقدة او بتظهر بعض الاوراق اللي شوي ممكن تزعجك وامور الها علاقة بالبنوك او ضريبة او تامين او الاوراق القانونية يعني ممكن ما تمشي الامور مثل ما انت كنت مخطط لها او اما بالنسبة للبيت التاسع فبحركك بالاتجاه الاتصالات والحوارات باعطيك بعض المفاجآت خلال هذا اليوم يا اما الامور بتكون لصالحك تماما على مستوى الاتصالات اللي بعيدة او تعاملك مع اجانب او حوارات او اوراق قانونية او معاملات بتكون لصالحك او بتكون ضدك تماما يعني ما في حل وسط فعشان هيك اذا ما كن جاهز ومجهز كل معاملاتك واوراقك بشكل عقلاني ومستعد للامور هاي اعرف انو الامور ما رح تمشي معك مثل ما بدك بالفترة هاي وممكن تحدث لك بعض المفاجآت اللي ما رح تكون مناسبة بالنسبة للك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا نقدر نحيينها جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز من سمعتك من علاقاتك ممكن تستغل بعض المعارف او الواسطة او اشياء الها علاقة بالعمل المشترك لانجاز بعض الاشياء المهمة ممكن تعزز سمعتك او تدافع عن سمعتك او تحمل لك عمل جديد او اشياء الها علاقة بالعمل المشترك ممكن تتعاون انت وزميل او رئيسك بالعمل لبعض الامور اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء تقريبا جيدي على مستوى الاصدقاء فبتنشط اليوم بمسائل لها علاقة بالتواصل والاتصالات وخصوصا من بعد ساعات الفجر بتنشحن بطاقة ايجابية بتقدر تتواصل وتقنع اي شخص بوجهة نظرك وبرضو بتنشط بالعلاقات الاجتماعية والزيارات برج الميزان طبعا كل الطاقة اللي انت بتحس فيها وكل النشاط كل الحيوية هاي اعرف انه من ساعات منتصف الليل شوي رح تخف مع الفجر بتخف اكثر بتتحول الاجواء لروتينية شوي السبب انه القمر رح يتواجد في بيت المتاعب عندك فممكن تتعطل بعض المسائل او تصير بعض الامور يعني الفارغة من الحضوض او تكون موعود بشيء ويتأجل فعشان هيك بدك تكون جاهز ومستعد لا اي تطورات مش ايجابية اما بالنسبة لالبيت الثاني فتقريبا الاجواء بتتحرك بالاتجاه المالي شوي بصير لك بعض الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم او حل بعض المسائل المالية بشكل اكبر ممكن تنجز بعض الامور او المعاملات او تحصل على بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او مستردات او هبات ولكن اهم شي انك تقلل من المصاريف والالتزامات المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا تتجه باتجاه برضو بساعدك في بعض المسائل اللي الها علاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات والاهتمام بمسائل الامتحانات او الدراسة او الاطلاع او النقاش او التسويق ولكن اهم شي بدك تنتبه من اندفاعك وتهورك وبرضو يعني العصبية في بعض الاوقات بدك تنتبه منها اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ما زالت بتحمل بعض المفاجآت على مستوى البيت حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تستسلم للضغوط ولا تختلق مشاكل منزلية او عائلية او خلاف ما بينك وبين احد افراد العائلة اشحن حالك بطاقة ايجابية حاول انك تخلي الاجواء داعملة اليك اهتم بعائلتك اهتم بمحيطك بدون فرض السلطة والرأي وبدون التهكم والتدخل في شؤونهم ويكون لك كلام لاذع فممكن تحدث مشكلة وانت مش منتبه اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا يعني بتكون فيها نوع من انواع الضغوط خلال اليوم او متقلب المزاج على المستوى العاطفي ممكن خلاف او حدية او قلق على احد الاحبة ممكن تظهر مسائل شوي تتحسس انت او يكون لك ردات فعل هيكي اهم يعني حساسية عالية تسبب لك بعض الخلافات او انت تستاء من تصرف احد الاحبة الحبيب او احد الابناء او احد افراد العائلة حاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تخلي هاي الوساوس او الاوهام تسيطر عليك وبرضو في نفس اللحظة ما تكبر المشكلة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فاليوم ممكن تهتم ببعض المسائل بشكل ايجابي تحل اشياء بتتعلق بالعمل او عمل متراكم تحاول تنجزه خلال هذا اليوم ولكن الاهم بدك تنتبه للوضع الصحي بشكل ملفت للنظر يعني بدك تهتم بصحتك بشكل كبير لانه ممكن تظهر اي مسائل تطلب مراجعة الطبيب خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى الشراكة المالية والعاطفية تقريبا الاجواء بنقدر نحكي انها جيدة تعمل نوع من انواع التواصل الجيد او التقارب بوجهات النظر او حل مسألة معينة يعني شوي الاجواء بتصير يعني فيها نوع من انواع التواصل اللي ممكن ما يكونش مريح يعني ممكن ينفتح موضوع قديم ممكن ملف قديم ممكن حدث او نقاش او حوار تستاء منه ما تمشي الامور مثل ما بدك او يعارضك الشريك في بعض المسائل وخصوصا الزوج فابدك تشحن حالك بطاقة ايجابية ما في داعي للخلافة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء رح تتجه بالاتجاه الجيد تدعمك ببعض المسائل المالية او الاموال المشتركة ممكن تحل بعض الاشياء بشكل قوي قلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي العلاقة ببنوك او ضريبة او تامين او تسوي معينة على وضع مالي او يعني مراجعة عدد او قيمة المبالغ الموجودة عندك اللي ما بتعود لك اللي اجتك هبة او مساعدة او من شراك معينة اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الاجواء كل ما اقتربنا لساعات الفجر بتصير الاجواء روتينية فبتحمل نوع من انواع التوتر والعصبية والحدية ما في تركيز ما عندك قدرة على القراءة مشغول فكرك بك اكثر من مسألة مع بعض ماشي ممكن تنشط باتصالات روتينية مع اشخاص خارج البلاد او تنشط بامور تجارية او اوراق قانونية ولكن اعرف انه ما بدك تعتمد على الحظوظ بدك تعتمد على جهدك الشخصي اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالاجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بتقدر تدافع عن سمعتك بشكل قوي بتعزز من علاقاتك مع زملائك او رؤساك بالعمل ممكن تنشط ببعض المسائل اللي بتطلب التعاون او العمل المشترك لانجاز بعض الاشياء المهمة اما بالنسبة لبيتك 11 فيعني الاجواء تقريبا بتظلها جيدة لغاية ساعة الفجر بين نشاط ما بينك وبين الاصدقاء او الحوارات او التواصل ولكن من ساعة الفجر الاجواء تدخل يعني فترة غير مريحة بسبب انتقال القمر لبرج العذراء وهو بيت متاعبك فعشان هيك الفترة هاي بتكون غير مريحة بتلزمك الانتباه اكثر لصحتك اهمش انك في الفترة هاي ما توقع على عقد وما تحسم عمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ ممكن يتعطل اي مسألة ممكن يتأجل اي موضوع ممكن يلتغي اي موضوع حتى لو كنت واثق فيه انه بديتم يعني بيحمل نوع من انواع المفاجآت اللي بتكون مش سارة بالنسبة لا اليك برج العقرب بالنسبة للبيت الاول طبعا كل ما اقتربنا احنا لساعات الفجر بتصير الاجواء احسن بتصير دعميتك بشكل قوي بتخلي عندك نشاط عندك مخططات للاتصالات والتواصل والاشياء لها علاقة ببعض الحلول او يعني النشاط الاجتماعي بيكون غالب عليك اكثر للتواصل مع الاشخاص اللي حواليك بيكون اكثر يعني في بعض الاهتمامات اللي رح تكون جيدة بالنسبة لا اليك خلال هذا النهار او الانجازات اللي رح تكون جيدة ومساعدة بالنسبة لا اليك حاول تستغل الفترة هاي بشكل قوي لانجاز الاشياء المهمة لانه الفترة القادمة يعني الان مساعد الوضع لا اليك ولكن بالفترة القادمة القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فلا الميزان فرح يضغطك حاول انك انت تنجز يبل ما نصل لهذه الايام بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواب بظل تفكيرك في الوضع المالي او تحسين وضع مالي او اهتمامات بمسائل مالي خلال الفترة هاي ولكن مع ساعات الفجر بتصير في ضغوط او مصاريف او ضفعات او بتظهر مسائل مالية مفاجئة بالنسبة لا اليك او تعطيل مسائل يعني ما كانت بالحسبان اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواب بتصير جيدة كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل فبتلاقي الاجواب بتصير جيدة بتنشط بالحركة والاتصالات والحوارات بالفترة هاي ممكن تعمل بعض المسائل الجيدة او يكون لك بعض الاهتمامات الجيدة خلال هذا اليوم عندك قدرة على الاقناع والتواصل والدراسة والبحث فعشان هيك بيكون عندك يعني اشياء تدعمك بشكل قوي ان استغلتها بشكل قوي حاول انك انت تستغل قدراتك بالفترة هاي ولكن اهم شيء بدون عصبية وحدية وتهور اثناء الحوار لانه العصبية وموجودة اما بالنسبة للبيت الرابع فتقريبا الاجواء على مستوى البيت روتينية بتتعامل مع افراد العائلة بشكل روتيني ما في اي شيء يعني داعم او يعطل المسائل فعلى حسب طبيعتكم يعني اعمالكم البيتية العقارية الاهتمامات بالعائلة انجازاتكم اهتماماتكم ان كان بالبيت او بالعائلة بتكون على حسب الطبيعة اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء رح تتجه من ضغوط لا اتجاه ايجابي فممكن اليوم يعني يصير بعض الحلول وخصوصا من ساعات الصباح او التقارب العاطفي ما بينك وبين بعض الاحبة او تهتم في مسألة معينة او تتقارب وجهات النظر ممكن تحل مسألة الها علاقة باحد الابناء او احد الوالدين او يكون في تواصل عاطفي جيد او اهتمام عالي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي ممكن تضغطك على مسائل الها علاقة بالعمل فعشان هيك يحاول انك انت يتظلك مهتم بالعمل المشترك بالتعاون لانجاز بعض الامور عشان ما ترهق حالك وممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالوضع الصحي او التقلبات الصحية او مش انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تهمل اعمالك لانه ممكن تعب صحي يخليك تتراخى بانجاز بعض الاعمال اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي بتحمل مفاجآت بعلاقتك بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم فممكن تتفاجأ من مسألة معينة او تتقاربوا على مسألة معينة او تتفقوا على حل معين يعني الاجواء فيها نوع من انواع الود ولكن بتحمل في لحظات معينة نوع من انواع التقلب او المفاجآت اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة بتظلها جيدة لغاية ساعات الفجر ولكن بعد ساعات الفجر او من الصباح للظاهرة بتظهر بعض المسائل الصعبة او تعطيل لمسألة معينة او يتأجل موضوع في دفعات او مثلا قروض كنت معتمد عليها او مشتريات بالاقصات بمشتريها تتأجل او يصير في بعض الخلل في فتورة او في اشياء من هذا القبيل ممكن يكون لك بعض الاهتمامات يعني اللي شوي بتتطلب منك جود على امور الها علاقة بالبنك او الضريبة او التأمين او معاملات قانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الرائعة اليوم او تلاقي استحسان للطرف الاخر اللي بتتصل معاه ممكن مسائل علمية او امتحانات او مناقشات كل هالاجواء داعملة اليك وبقوة اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل ما تدخلوا بنقاشات حادي ولا حوارات حادي اثناء تعاملكم مع زملائكم بالعمل الفترة هاي بتتطلب العمل للمشترك فحاول انك تتعاون مع محيطك لانجاز بعض الاعمال او المهام يعني ما تحاول تعمل بشكل منفرد لانه بالتعاون الفترة هاي اي مسألة بالتعاون ممكن انك تنجزها من ساعات الفجر طبعا بنتقل القمر بصير موجود بالعذراء فعشانك بتنشطوا بين الاصدقاء خلال هذا اليوم وممكن يكون لكم دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او زيارات او زيارات اجتماعية او مجاملات ومنكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني جيد شيئا ما ولكن بدك تحذر من تراكم بعض الاعمال ما تخلي عملك يتراكم ما تأجل انجاز بعض الاعمال لليوم اللي وراه حاول انك لو عملت ساعات اضافية تنجز اعمالك وبرضو بدك تهتم بشؤونك الصحية لانه برضو الفترة هاي بتحمل بعض المفاجآت على المستوى الصحي في بعض الاوقات برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء تقريبا بتصير يعني فيها نوع من انواع الايجابية او الدعم للك بتساعدك في كثير من الامور خلال هذا اليوم ولكن من ساعات الفجر الاجواء شوي بتصير هيك محبطة او فيها قلق او توتر او حساسية زيادة او عصبية بتكون في بعض الاوقات بدك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتحاول ان ما تخلي الامور هاي تسيطر عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء رح تتجه بالاتجاه الاحسن والافضل على المستوى المالي فممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ممكن تجد بعض الحلول ممكن تهتم بمسألة مالية معقدة شوي او تجد بعض المخارج لا الها اهمش انك تقلل من مصاريفك ومن دفعاتك بالفترة هاي وما في داعي للقلق الكبير لانه الفترة الجاي رح يكون فيها اشياء ايجابية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بتكون ناشطة على مستوى الاتصالات والحوارات والمقابلات وعندك سرعة بديهة عالية للإقناع على غاية ساعات الفجر من ساعات الفجر بتصير الاجواء عندك روتينية شوي انت بتحاول انك ما تنجز اشياء او تتعامل او تتواصل الا بالاشي الضروري والمهم ممكن تتهرب من بعض الاتصالات او من بعض النقاشات خلال هذا اليوم يعني الاجواء بدها شوي هيك انك تكون انت حذر من العصبية والحدية في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت بتبلش يعني تتخذ او تروح بالاتجاه الجيد اللي بتدعم من علاقاتك العائلية او المنزلية ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اليوم اللي ممكن صعبة شوي او تكون قلق من بعض المسال اللي الها علاقة بالعائلة او بالعقار او بالبيت اجمالا ولكن بتخفت ضغوطات هاي كل ما اقتربنا لساعات الصباح وبتتجه للاتجاه الاحسن اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها ايجابية خلال هذا اليوم ولكن حساسيتك بتزيد كل ما اقتربنا لساعات الفجر فممكن تتوتر او تعصب او تحتد من بعض المسائل اللي شوي بتطلب منك انك انت تكون يعني عندك طولة روح اكثر ما في داعي للاندفاع ولا للتهور ولا للعصبية ممكن تحتد بها مسألة بتتعلق في احد الاحبة او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيد اليوم على مستوى العمل فاليوم تنشحن بطاقة عالية جدا بتنشط بحل بعض المسائل اللي بتتعلق بالعمل ممكن تحل اشياء كان صعب انك تحلها بالفترة الماضية وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او المراجعات الطبية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء قوية وداعمة على مستوى بيت الشراكة يعني بتعزز من اشياء قوية بالنسبة لك بتنجح في بعض المسائل اوراق قانونية معاملات قضايا قضائية تقريبا بتتجه كلها باتجاهك او لصالحك خلال الفترة هاي حاول انك انت تستقبلها بشكل قوي وخلي في نوع من انواع التفاهم ما بينك وبين شركائك وخصوصا ما بين الازواج وحاول انك تعمل مصالحات وتتراجع عن القرارات اللي ممكن تحدث بعض المشاكل ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن يعني ممكن النشاط يصير عالي على مستوى الاموال المشترك اليوم تبحث عن مسألة معينة او حلول او قضية مثلا وتكون لصالحك ممكن تهتم ببعض المسائل لحل ديون او قروض او تسويات الاجواء اجمالا تتجه بالاتجاه الصحيح اللي انت بتتأمله صحيح ما رح تكون كلها مثل ما بدك مية في المية ولكن اجمالا في قوة يعني بتدعمك في المسائل اللي هاي فممكن مع تكرار المحاولة تحول الامور مثل ما بدك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا جيد مع وجود الشمس ووجود القمر في البيت التاسع خصوصا القمر لغاية ساعات الفجر فعشان هيك اللي بيتقدم لامتحانة او مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما يعصب ما يحتد ما يعني يطور الامور بشكل سلبي ممكن تظهر بعض المسائل القانونية اللي تكون لصالحك بالفترة هاي وتدعمك لصالحك بشكل قوي جدا اما من ساعات المساء بتبلش الاجواء يعني تقريبا نحكي عند منتصف الليلة القمر بيكون انتقل للعذراء فبتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية الفترة هاي بتكون مناسبة للي بيبحث عن عمل اهم اشي انك تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الاجواء اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء برضو بيدعمك على تلاقي او زيارات او تقابل مع بعض الاصدقاء ممكن تنشط بعلاقات اجتماعية او زيارات او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او يجوا اشخاص لعندك على البيت يحاولوا انهم يزوروك او يتقربوا منك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى العمل فبتقدر تنجز اعمالك بشكل جيد وبتعزز بعض النقاط اللي الها علاقة بالصحة والمحافظة على الصحة يعني الاجواء تقريبا فيها ايجابيات عالية اذا استغلتها بشكل قوي بتكون لمصلحتك برج الجدي من نسبة للبيت الاول انت مشحون بطاقة عالية جدا وقدرة عالية جدا على الانجازات بالفترة هاي عندك تصميم عندك هدف معين انت حابب توصل له مصمم على شيء معين بتحاول تجد المخارج او الحلول لا له وان شاء الله انك رح توصل لانه تقريبا الدعم قوي بالفترة هاي وبساعدك في كثير من المسائل ورح اليوم يحدث بعض الفرقات العالية اللي ترتب المرحلة القادمة لا اليك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى المالي فاليوم ممكن تزيد بعض الاهتمامات المالية او تجد بعض الحلول او المخارج لا اليك او تجد نوع من انواع الدعم او بعض الاشياء اللي تكون لمصلحتك على الوضع المالي ولكن اهم اشي انك ما تتوتر وما تعصب ورح تجد الحلول المناسبة اما بالنسبة للبيت الثالث فمنحكي انه نبتون موجود بيعطيك طاقة قوية على مستوى الحوار والتواصل والاتصالات ولكن خيالك برسم لك اشياء مش واقعية حاول انك انت تكون واقعي اكثر حاول ما تدخل وتعيش الاوهام والخيالات حاول انك انت برضو ما تحتد وتعصب اثناء النقاشات والتنقلات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة على مستوى البيت اليوم رح تنشط ببعض المسائل العائلية او بعض الحلول العائلية او امور بتتعلق في البيت او في العقارات او باحد افراد العائلة اما مشكلة او موضوع اهتمام بمسألة معينة بتحاول تجدلها نوع من انواع الحلول اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء بتتجه للاتجاه الاحسن ليلك فعشان كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل بتلاقي الاجواء جيدة لساعات الفجر بتكون افضل بتساعد على التقارب ما بينك وبين الاحبة او جيد حلول مناسبة للمصالحة او تراجع عن قرار سابق ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع احد الابناء او احد الوالدين خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السادس فبدعمك على مستوى العمل والصحة فبكلك اهتمامات عالية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ممكن تجد عمل جديد او تهتم بمسائل الهلاقة بالعمل او تعمل لساعات اضافية لانجاز بعض الاعمال ولكن الرقابة الصحية ممكن تكون ظاهرة والاهتمام الصحي اليك او لاحد الاحبة ممكن يكون ظاهر على الساحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتصير اجمل واحسن كل ما اقتربنا لساعات الفجر وهي بتعزز علاقاتك واهتماماتك وخصوصا ما بينك وبين شريك العمل او العاطفة ممكن تظهر بعض الاشياء الايجابية لصالحك صحيح انت متوتر عن بعض المسائل ومنك اشخاص مهتمين بمواضيع العلاقة بالقضايا القضائية اليوم ممكن تتخذ اتجاه يعني يكون داعم للك وبشكل قوي كل ما اقتربنا لساعات الفجر اكثر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء طبعا الشمس دخلت على البيت الثامن فهاي بتعزز الاموال المشتركة للك بتحقق بعض المكاسب او بعض المستردات او الهبات او اشياء الها علاقة بالضريبة تأمين بنوك اموال سداد ديون قروض ترتيبها بشكل جيد اليوم فيصل في مسائل كثيرة بالنسبة للك اهمش انك تتفحص حساباتك بشكل جيد خصوصا الحسابات المالية واحذر من اي خطوة مالية جديدة بالفترة هاي من ساعات الصباح طبعا القمر بصير موجود في البيت التاسع برج حليف لا اليك فعشانك بتنشط في امور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة ما في داعي للانفعال والعصبية ممكن تظهر بعض المسائل القانونية اللي تلفت انتباهك خلال هذا اليوم او تهتم فيها بشكل مباشر اما بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة الاجواء جيدة برضو بتدعمك على مسائل الليها علاقة بالسمعة بتعزز من سمعتك و بتدافع عنها وبرضو بتوطد علاقة ما بينك وبين زملاء او رؤساء بالعمل او عمل جديد او ممكن تحل مسائل كان صعب انها تنحل بالفترة الماضية اهمش انك تستغل العمل المشترك في انجاز بعض الامور خلال الفترة هاي وحل بعض المسائل بطريقة عقلانية او بطريقة المشورة والتعاون اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فبدعمك في حل بعض المسائل بقوة فبدعم من علاقاتك ما بينك وبين الاصدقاء ممكن تنشط بزيارات او دعوات او التعامل مع اصدقاء لحل بعض الاشياء او مساعدتك في مسألة معينة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فشوي الاجواء يعني بتعمل نوع من انواع التقلبات فممكن تتكاسل عن انجاز بعض الاعمال او تظهر بعض المسائل الصحية اللي شوي ممكن تكون مربكة والامور الصحية هاي ممكن تكون اليك او لا احد الاحبا مرج الدلو طبعا اليوم تركيز القوي كله بكون على امور الها علاقة بالشركاء يا شركاء مال يا شركاء عاطفي يا اتجاهات في هذا المجال يا اهتمام متبادل يا لقاءات متبادلة ما بينكم الاجواء شوي ممكن يكون فيها نوع من انواع الضغوط او نوع من انواع التوترات لانه هذا مقابلك مباشرة القمر بس ينتقل للبيت الثامن بتصير الاهتمامات على مستوى الاموال المشتركة برضو فعشان هيك بدك تكون حذر اليوم من بعض الاشياء المفاجئة اللي ممكن شوي يكون في منها مربك ولكن لو ركزت مزبوط بتلاقيها لمصلحتك والحلول لمصلحتك اما بالنسبة للبيت الثاني فمع ساعات الفجر بصير الاهتمام بالوضع المالي عالي جدا فممكن تجد بعض الحلول او تهتم ببعض المسائل المالية او الدفعات او الترتيبات المالية او سداد بعض الديون ولكن اهم اشي انك ما تبالغ بمصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والتواصل عندك سرعة بديهة عالية ومقنع بشكل عالي جدا ولكن ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الحدية والعصبية فما تنفعل وما تتهور وما تبالغ وتجازف خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت فاليوم تعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تحل مسألة معينة عائلية او تنشط في امور تتقالها علاقة بالعقارات او بالبيوت او بامور العائلة فممكن اليوم تناقش مسألة معينة او تجد حلول لبعض المسائل المربكة بالنسبة للوضع العائلي او العقاري اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي ما زالت جيدة بتدعمك بقوة بتعمل حلول جيدة ولكن بدك تحذر انه في ساعات الظهر للعصر ممكن تظهر بعض التوترات او العصبية او الحدية بالطباع او تتحسس من مسألة معينة لتسبب لك نوع من انواع الارباك او نوع من انواع الحساسية او العصبية او الزعل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنشط ببعض مسائل العمل اليوم او تنجز بعض الاعمال او تهتم بحل مسألة بتتعلق بالعمل وممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات او الرقابات الصحية او مراجعات طبية او الاهتمام بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر رح يظل ساعات يعني بعد قبل الفجر بشوي فعشان يكي بظل عندك نوع من انواع الاهتمام بمواضيع الحلاقة بالشراكة اهم اشي انكم ما تلتزموا اتجاه الطرف الاخر بشيء انتوا ما بتقدروا تنفذوا وخصوصا اثناء تعاملكم مع الشركاء المال او العاطفة او الازواج حاول ما تعطي وعود دون ما تكون متأكد منها طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثامن مع ساعات الفجر فعشان يكي الاهتمامات رح تكون عالية جدا على مسائل لها علاقة بالبيت او بالاموال المشتركة فعشان يكي بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالامور الثانوية اليوم ممكن تجد بعض الحلول او بعض المخارج لبعض الضغطات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على مستوى اتصالاتك الخارجية وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد ممكن يكون لك بعض التعامل مع اشخاص اجانب او مراسلات او مسائل علمية فلسفية دينية نقاشات دراسة لموضوع معين الاطلاع ثقافي معينة يعني ممكن هاي الاشياء يعني تساعدك في بعض المسائل ولكن زي ما حكينا ما تندفع وما تتهور وما تعصب اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد يعني اليوم بتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك بشكل قوي والعمل المشترك برضو جيد بيخليك تنجز بعض الاعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم ممكن تهتم بمكان عملك او بعمل جديد او تطور مسألة معينة الها علاقة بالعمل او علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني يعني علاقتك مع الاصدقاء بشكل طبيعي زي ما انت بتتعامل معهم دائما على حسب طبيعتك يعني اذا انت نشط اجتماعيا بتكون نشط اجتماعيا اذا انت من النوع اللي بتتهرب من الاصدقاء وبتحب تعيش بوحدة او منعزل برضو اليوم رح يكون بنفس الصورة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من انواع الضغط فعشان يكي بتظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بتراكم بعض الاعمال او القلق على عمل معين او بتراخي في انجاز بعض الاعمال او تعطيل مسألة لها علاقة بالعمل او ظهور بعض المشاكل او التطورات على المستوى الصحي فابدك تراقب المسألتين اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت السادس بدي ينتقل للبيت السابع يعني مقابلك مباشرة فالفترة هاي شوي بيكون فيها نوع من انواع الضغط في بعض المنازل او في بعض البيوت فعشان هيك بدك تكون حذر في من اهم اشي العصبية التردد والتقلب بالمزاج والتشاؤمية بالفترة هاي بدك تحاول انك تتجاوزها وما تخليها تسيطر عليك اهم اشي الوسواس ما تخلي له مكان في حياتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا عن المستوى المالي ممكن اليوم تنشط في بعض المسائل المالية ولكن مع ساعات الفجر بتكثر عندك او بتظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالمصاريف او الدفعات او الترتيبات المالية او الالتزامات حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وحاول انك انت تبتعد عن المصاريف اللي ما الها داعي يعني خلي مشترياتك على الاشي الضروري ترتب اوضاعك المالية بطريقة عقلانية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء اليوم يعني بتدعمك كل ما اقتربنا لساعات الفجر بتصير اقوى بتعزز بعض النقاط بتحل بعض النقاط بشكل جيد وبرضو بتساعدك على انجاز بعض الامور بشكل قوي ممكن اليوم يصير في عندك حوارات واتصالات وتنقلات بشكل كبير ممكن تحاول تقنع اشخاص بوجهة نظر معينة ولكن حاول انك تبتعد عن الانفعال والعصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي انها جيدة بتدعمك في بعض المسائل بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة او اهتمامات عقارية ولكن ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوية تكون مربكة خلال هذا اليوم اما خلاف او مشكلة داخل البيت او عطل معين بتطلب اهتمامك او مصاريف زائدة على امور بيتية او عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي انه عندك قدرة على التواصل والاتصالات وخصوصا من ساعات الفجر يعني بتعطي قدرة للتحاور او حتى للتواصل مع الاحبة او لانجاز بعض المسائل بطريقة قوية بتحل بعض الاشياء اللي كانت صعبة او معقدة ممكن تتراجع عن قرار او تحاول تتقرب لاحد الاحبة وخصوصا الحبيب او احد الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الفجر فعشان ايك اهتمامكم بكون في امور الها علاقة بالصحة وبالعمل فبتكون مرهقة شوي ماخذي من تفكيركم في قلق في توتر ولكن مع ساعات الصباح تقريبا بتستقر الامور بشكل جيد ممكن تجد بعض المخارج والحلول ولكن بدك تنتبه ان الشمس بتظل موجود في هذا البيت فعشان هيك لازم تلتزم بعملك تأدي اعمالك ما تخلي اعمالك تتراكم وبرضو في نفس اللحظة بدك تظلك منتبه على صحتك من ساعات الفجر القمر رح ينتقل وصير في بيتك السابع فعشان هيك بتصير رغبتكم اكبر في تعزيز شراكاتكم سواء على مستوى شراكة المال او شراكة العاطفي يعني ما بينكم وبين الازواج كونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الامور حاول تصل لمرحلة انه صير تلاقي ما بينكم ما يصير فيه نفور اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تجد بعض المخارج او الحلول لبعض المسائل المالية ممكن تهتم باقصات او دفعات او قروض او امور للتحصيل على بعض مالي او الدفعات اهم شيء بالفترة هاي لا تكفى الحد ولا تدخل باي مجازفات مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وتواصل مع اشخاص خارج البلاد ولكن مع ساعات الفجر بصير في ضغط فبصير عندك قل التركيز فما تتسرع بالاجابات ادرس بشكل جيد اذا كان عندك مقابلة او مناقشة او بحث معين او دراسة معينة يعني بدك تكون مركز ودارس وحافظ مزبوط وفاهم عشان تناقش وتقنع الاشخاص اللي حواليك وخصوصا في امور التسويق او الاقناع او الدراسة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة يعني ما زالت دعملة لك فممكن تعزز من قوتك وثقتك بالنفس برضو ممكن تنجز بعض الاعمال بشكل مشترك ممكن يكون لك بعض التعامل مع زميل او مع رئيسك بالعمل او تنجز اعمال كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الاجواء يعني بتبعدك عن الاصدقاء شوي بتعيش انت بنوع من انواع الوحدة بتحب انك انت تختلي بنفسك يعني بتجامل باشخاص معينين في فترات معينة انت بتتحكم فيها بتهرب من الالتزام مع الاصدقاء بالفترة هاي وممكن بعضك يكون مستاء من تصرف بعض الاصدقاء او عنده حدية بالطباع فمتقلب بمزاجه او ممكن انه ينهي علاقة مع صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه انه ما تخلي الاعمال عندك تتراكم ما تأجل اعمالك خلال هذا اليوم خلي في نوع من انواع الاهتمام بانجاز العمل وبرضو اهتمام بوضعك الصحي والتقلبات الصحية اللي ممكن تكون مقلقة بالنسبة لا اليك يعني قلق عليك انت او على احد الاحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا